قالت روسيا إن القوات الأوكرانية حاولت استعادة محطة زاباروجيا النووية لكنها تمكنت من صدها بعد قتال استمر عدة ساعات حسب ما ذكرته وكالة الإعلام الروسية الرسمية أمسا للأربعاء ونقلت الوكالة نقلا عن مسؤول روسي أن القوات الأوكرانية بدأت محاولة إنزال للسيطرة على محطة زاباروجيا للطاقة النووية حيث استمرت المعركة ثلاث ساعات على الأقل مؤكدا بأن الهجوم قد تم صدها